مرحبا كيفكم بنات اليوم بصور لكم جزء من اشيائي اللي جبتها من شيئا وتابعوا لي القناة ان شاء الله وبصور لكم اكثر من الاشياء اللي اشتريها في البداية شريت هذه علبة تحطين فيها غسول الوجه و لما تضغطين يطلع لك الغسول على شكل رغوة و شايفين فرشات السيليكون يتنظف لك الوجه بطريقة مرة حلوة العلبة هذه جميلة لكن اللي عملت انه حطيت فيها قطع الصابون كبيرة و دخلت من جوه و خربت و الحين شوفوا مراضية تشتغل لكن انها مرة حلوة و برجع اطلبها مرة ثانية ان شاء الله وبكون حذرة بالتعامل معها الحاجة الثانية اللي اشتريتها اشتريت هذه فرشة توزيع الماسك على الوجه سيليكون حلوة بعد و من هنا فيها حاجة زي المعلقة انك مثلا تشيلي الباودر وتحطي يعني للتكسيم الحاجة الثالثة شريت الاذافر هذه حلوة طولها طويلة طولها يعني حلو طويلة صحيح لكن اني شفت اطول منها و ما كان طولها حلو لا هذه حلوة وتجعل الاذافر يعني مطبوطة الحاجة الثانية هذه الاذافر هذه طويلة احسها اطول من هذه اه حسيت هذه احسيتها الذها احلى النقطة الحاجة بعد هذه طلبت الاذافر هذه يجي معها صامغ و يجي معها مبرد صغير اوكي بعد هذه هذه طولها حلو مو مرة طويلة لكن إنها برضو طويلة شيء أن نمنزل أضافر قصيرة وحلوة فأنا نزل لكم تجربتي معها طلبت برضو حجرة القواشا هذا لتدليك الوجه عليها تقييمات عند اليوتيوبر الأجانب مرة عالية صراحة حبيت المقاطع الفيديو اللي شفت عليها وببدأ استخدمها إن شاء الله ممكن أقول لكم أنا نزل لكم فورقة عنها يعني تجربتها قوية ما تنكسر بسهولة وما تحسينها بلاستك طلبت من الأشياء الجميلة اللي طلبتها اللي هي صابونة الحواجب صابونة للتثبيت الحواجب صراحة حبيتها مرة تثبت الحواجب بطريقة جميلة جدا لكن اللي حسيت معها حسيت إنها تسبب تساقط للشعر الحواجب وكأني برضو سمعت إن البنات قالوا نفس الشي إنها سبب تساقط فما أدري هل هالشي صحيح أو بس صار معي أنا لحالي وطلبت هذه اللي هي رموش علبة رموش مرة حلوة جميلة وسعرها بعد مناسب وفيها مراية يمتك تستخدمين العلبة لكثير أشياء ورموش يعني حجمهم حلو مو مرة اللي مرة كثيفات لكن إنهم كثيفات يعني حقات مناسبات ولا اللي هم يوميات لكن إنهم جميلات طلبت هذا هذا مرة حلو صمخ الرموش يجيك نفس حق الآي لائنر تمام ما بيقفتك الحين عشان ما يكب يجيك نفس عفوا نفس ريشة الآي لائنر تحطينه على الرموش وتستخدمينه مرة قوي ويعني ثباته حلو ويجيك باللون الأسود بعد يعني حتى لما تيجي في زوائد وانت حطتها يبين إنه كأنه عادي يعني من الآي لائنر أو الكحل اللونه مو أبيض يعني فأنصح بشراعة الحاجة الأخيرة اللي شريتها اللي هي سماعات الأذان شريت سماعات أذان سعرها والله يمكن عشرين ريال أو ثلاثين بقول لكم عنها الصوت فيها مرة حلو شحنها برضو حلو لكن مشكلتها ما أدري أنا صراحة كنت أواجه مشكلة أني يوم ألبسها اتطيح تمام كل شوي اتطيح فكانت مثبتة من عندي الإذن كل شوي اتطيح ما أدري ليش أنا مو متعودة على نظام السماعات هذول فكنت أضايق من هالشي لكن إني لما كنت أستخدمها صوتها عالي وجميل يعني واضح ودخلك جو مرة أعجبتني وبس كده أنا تكلمت عن أشياء بسيطة عن المشتريات البسيطة إن شاء الله بقى أنا أزل لكم فرق بالفسدين اللي شريتها وبالملابس اللي شريتها من شيئا